أستاذ جمال شاهدنا كلنا مشهد تقديم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية وكان مقر الاستقالة الرياض كيف تقرأ هذا المشهد الغريب العجيب عندما يقوم رئيس حكومة الدولة بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة بدولة أخرى لا شك بروتوكوليا خطأ وقد يضعف سعد الحريري في لبنان خاصة أن هناك انتخابات قادمة ولكن نتذكر جميعا أن سعد الحريري يرتدي قبعتين القبعة الأولى هو كونه رئيس وزراء لبنان كلبناني والقبعة الثانية رئيس شركة سعودي أو جي كسعودي كمواطن سعودي عندما استدعي إلى الرياض كان في أي قبعة يا ربما الآن قبعة رئيس الوزراء ولكن لا نعرف بالتحديد ما الذي جرى بعد ذلك هناك أسباب لتوقيف سعد الحريري كمتهم في الفساد مثله ومثل غيره يعني في اجتمالية توقيف سعد الحريري كمتهم في الفساد قد يكون ذلك ولكن يحميه قبعته الأولى والمصلحة السعودية أن يكون هناك رئيس وزراء للبنان صديق أموالي لها تحمي سعد الحريري من الملاحقة بالفساد لكن مرة أخرى لا يجوز أن تلاحق شركة عظيمة كبين لادن وتهمل شركة أخرى مثل سعودي أو جي من الفساد ففساد الأخيرة أكثر من فساد الأولى أنا أقول المسألة اللبنانية معقدة جدا نستمع إلى طبول الحرب حتى نعتقد أن الحرب سوف تبدأ غدا في لبنان ولكن لوجستيا ما أرى أن هذا الاحتمال وارد لأنه لا توجد قوة لبنانية تستطيع الحرب على حزب الله رغم حاجتنا للصاحب